تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرية ولواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية تضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة حيث استمع العرض تقديمي لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المزود بأحدث النظم التكنولوجية وأليات القيادة والسيطرة كذلك المرور على نادي الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي تم إنشاؤهما وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية وأشهد الفريق الركن الناصر بن حمد الخليفة بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة تضاهي الدول الرائدة في ذلك المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومية ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات